السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في كورس الكيميا العضوية المحادرة رقم اربعة. رح نكمل من عند ما انتهينا. المحادرة اللي فاتت حكينا عن المجموعات الوظيفية. وهكينا شو هي المجموعات الوظيفية? وحكينا شو اهميتها للمجموعات الوظيفية في الكيميا العضوية? وحكينا انه هي بتساعدني اعرف كل مركب لاي فم اللي بينتمي. كل المركب لاي عائلة بينتمي. بعدين بتساعدنا انه احنا نعرف شو هي التفاعلات الكيميائية اللي بدها تصير على هذا المركب. لانه اي تفاعل كيميائي ما بيصير الا على وثالت اشي رح تساعدني اعرف الخصائص المتعلقة بهذا المركب. اليوم رح نكمل بموضوع مهم جدا جدا بالكيميا العضوية وهو التسمية. الان تسمية المركبات العضوية من اهم اعمدة دراسة الكيميائة. لانه ببساطة الاسم هو البطاقة التعريفية لاي مركب. وبالتالي احنا ازا بعرف اسم المركب. بعرف كيف شكله. وازا عادر انه انا ارسم هذا المركب. والعكس بالعكس. ازا كان انا عندي مركب مرسوم. بقدر من رسمة المركب اطلع اسمه واعرف خصاصه. يوزولي ان ارغانيك كيميستري. دير ار تو ويس. ويندي طريقتين انا علشان اسمي فيهم المركبات العضوية. الالكين نيمينك. في عندي اشي اسمه الكمون نيمز او الاسماء الشائعة. يوزد فور سمبل الكنز. لا الالكانات البسيطة. هي عندي الايوباك سيستيم. يوزد فور اني الكن. الايوباك سيستيم بستخدمه لتسمية اي الكين موجود. نسبة لالكمون نيمز. يوزد اونلي فور اسمول الكين. يعني لحد ست كربونات. دير از نو سيستيم فور كومون نيمز. يعني انا ما في عندي نظام معين او ما في عندي اي رولز معينة علشان اسمي الكومون نيمز. كومون نيمز من اسمها اسماء شائعة او بمعنى القاب اه شائعة لهذا الاسم. اكتسب هذا الاسم وهذا اللقب. فما نوش اي قاعدة معينة علشان انا اه اسمي فيه. بالنسبة لالكمون نيمز الاسماء الشائعة. لها اسماء بغض النظر شو كان شكلها. يعني ممكن اكتسبت هذا الاسم او هذا اللقب لا المركب من مثلا السورس اللي انا جبت منه اه هذا المركب او من احد الخصائص الفيزيائية تبعته او من احد استخداماته. فاخذ هذا اللقب ودرج درج هذا الاسم لا له. فانا ما في عندي اي علاقة ما بين شكله وما بين الكومون نيمز. ممكن شكله اشي ولكن اللقب او الكومون نيمز تبعه انشهر فيه. بالتالي انا علشان هيك بالنسبة للكومون نيمز اللي همي اصلا القاب لحد ست كاربونات انا اه لازم احفظهم. بدهم حفظ زي ما هم من الامثلة على الكومون نيمز للالكين وحكينا اللي هم الى الالكانات البسيطة. مكون في عندي ون كاربون الكن بسميه الميثان. في عندي تو كاربون بسميه الايثان والثري كاربون بسميه بروبان. بكل بساطة الميثان اللي هو اه الكاربونة حواليها اربع هيدروجين. الايثان كاربونتين عليهم ستة هيدروجين. اه حسب القاعدة اللي انا بكيف بدي اشرب فيها عدد الكاربون والهايدروجين. والابروبان هي عبارة بكل بساطة عن اه ثلاث كاربونات. يموزع عليهم عدد الهايدروجين بحيث يحقق اللي هي تيترا فيلنت لذرة الكاربون. الان احنا بدنا نلاحظ بهاي الثلاث مركبات اللي هي لحد ثلاثة كاربون انا ما في عندي لهم ايزورس. لا الميثان ولا الايثان ولا اللي بروبان. يعني انا ما في عندي اي احتمالية انه انا اعمل اعادة توزيع لذرات الكاربون. يعني ما في طريقة الا انهم يترتبوا زيك. مثلا. ما في اي طريقة يتوزعوا الا انه يكونوا الثلاث كاربونات جنب بعض. واوزع عليهم اه ذرات الهايدروجين. الان في عندي لما يكون اربع ذرات من الكاربون بساميلي هو اللي بيوتين. الان اللي بيوتين عنده ايزومرس. ايش هي ايزومرس? يعني طريقتين علشان انا اوزع ذرات الكاربون. الطريقة الاولى اه اسمي المركب تبعها الان بيوتين. هو عبارة عن سلسلة طويلة متصلة ما فيها اي تفرع. اربع ذرات الكاربون متصلات جنب بعض. وحواليهم ذرات الهايدروجين. اسمها الان بيوتين او الان حكينا اللي هو البيوتين العادي السلسلة الطويلة اه بدون تفرع. الايزومر التاني هو عبارة عن الايزو بيوتين. لا كلمة ايزو في الكيمياء معناها شبيه. يعني بد اقول ايزو بيوتين يعني شبيه لبيوتين. بيكون في عند التفرع جاي على رقم اتنين. فقريب جدا من شكل بيوتين بس رحنا حطينا التفرع ورفعنا المثل وحطيناها على اه كربونا رقم اتنين. الان انا بدي اطبع لكمان شغلة مهمة انه اه الايزو بتيجي بس للسمول اه كاربونز. يعني لا لذجات الكاربون مسلا من ثلاثة لستة فقط بالكمون نيمس. يعني مسلا ما في في عندي ايزو هكسين بس ما في ايزو هبتين. هادي الايزو من الكومون نيمس وبتيجي لا الكاربون زي ما احنا هون حكينا انه الكينز الكمون نيمس بتيجي فقط وفي عندي بس لعند ما في اعلى من هيك الايزو هبتين. الان ما يكون في عندي خمس ذرات من الكاربون في عندها ثلاث احتمالات لتوزيعهم. الاحتمال الاول اللي هو النورمال الان بنتين اللي بشكل بسيط بحط خمس ذرات الكاربون مصفطين جمع بعض بشكل اه سلسلة هيدرو كاربون تشين. اللي هي الطريقة التانية الايزو بنتين وحكينا الايزو اللي هو شبيه شبيه البنتين بيجي عندي التفرع السيئة بثري على الكاربون رقم اه اتنين. تالت اشي اللي هو النيو بنتين. النيو بنتين اللي هو بيكون في عندي كاربونة في المنتصف متصلة بارمع كاربونات مجموعةهم كلهم بيعطيني خمس كاربونات اللي هي من البنتين. واحنا سميناهم كومون نيم زي ما حكينا انه ما فيه اي علاقة ما بين الاسم وما بين الشكل. هو هيك اكتسب الاسم الشائع تبعه انه هذا الشائع تبع اسمه ايزو بنتين. انا اذا بدي اسميه حسب الرولز او حسب القواعد ممكن اسميه واحد اتنين تلاتة اربعة على رقم اتنين فيه مثل. فممكن احكي اتنين مثل بيوتين. هذا الاسم اللي بتتبع او بتتبع سيستم. لكن زي ما قلنا ما لها سيستم. ان نعرف هذا بهذا الشكل اسمه ايزو بنتين. ما في علاقة ما بين الاسم والشكل وهذا اسمه الشائع. الان في عندي سيكس كاربون ان كان حكينا انه من سميه الهكسان. زي ما اخدنا بالمحاضرة اللي فاتت انه هو عنده اتنين منهم بس عنده اللي هو الانهكسان ويه الايزوهكسان. التلاتة التانيين بيتسمو بيه الانهكسان اللي هو الهكسان بعمل سلسلة هيدروكاربون التشين عادية. ست درات من الكاربون موزعين وحواليهم درات الهايدروجين بحيث انها تحقق التترافيلان. اما الايزوهكسان هو عبارة عن آآ السلسلة بيجي فيها التفرع على رقم اتنين وهذا اخر مراكب يجي في آآ مصطلح الايزو بالنسبة لي الكاربون تشين عند ست كربونات. وهدولا الكومنين ينزم بينحفزه زي ما هم تمام. انا ازا احنا بنا نفوت على آآ سيستم او الطريقة التانية لتسمية المركبات. اشي اسمه الايوباك نيمينج. الايوباك اجا من لجنة اسمها لجنة الايوباك. هاي لجنة اقترحت انه يصير عنا رولز وكواعد معينة لتسمية المركبات العضوية. لانه مع زيادة اعداد المركبات العضوية اصبح صعب جدا عندي انه انا لكل مركب اعطي له كومنين لحاله واحفظه زي ما هو احفظ كيف شكله. وبالتالي هيكون الامر معقد يعني لاكتر من عشر مليون المركب انا لكل مركب بدي احطكم النام. فالامر صعب جدا. فحطوا قواعد معينة لتسمية كل المركبات. وهذه القواعد تم توحيدها انو وضعها بناء على شكلها. يعني انا بشوف شكل المركب بتطبق عليه القواعد بقدر اسمي وهذا بساعدني انو انا اسمي اي مركب عضوي بغض النظر قديش كان حجمه قديش كان كبير قديش كان طويل. عند القدرة اني اسميه. اذا تبعد هاي الرولز. الايو فاك سيستيم اجت من الانترناشنال يونيون اف بيور اند ابلاي كمستري. ناخد اول حرف من كل كلمة بتطلع عندي اللي هي الايو فاك لجنة الايو فاك. سيستيماتيك ات مينز. سيستيماتيك من سيستيم. وكلمة سيستيم اناها انو انا في عندي رولز محددة. ازا انا بدي اسميها بناء على الشكل. وضعات بواسطة الايو فاك كوميتي. شو هي هاي الرولز? اول ايش اللي ما يكون في عندي يعني السلسلة عندي السلسلة الطويلة. بنسميها حسب عدد ذرات الكربون زي ما اخدنا مسبقا. كربونة واحدة ميثين كربونتين ايثين. تلات كربونات بروبين. اربع كربونات بيوتين. واخرية. عشر كربونات ديكين. احد عشر كربونة اندكين. ناشر كربونة ديكين اتسترا. الى اخرها. الان لما يكون في عندي الالي قبل كان عبارة لما يكون في عندي سلسلة سلسلة الكانية عادية بدون تفرر. انا السيستم تبعها انه بدي اسميها حسب عدد ذرات الكربون. اتنين لما يكون انا في عندي الكان متفرع. في عنده تفرر. شو بتحكي عشان انا اسميه? الان كان. يعني انا بدي احدد اطول سلسلة كربونية متصلة. وهاي بدي اعتبرها اللي هي الكان او اللي هو الالكان الاساسي. اتنين. دي برانشز ار نيم ديوزنج ال. اد او درد الفا بتكالي. يعني كل تفرع او الو اسم تاني السبستوانت. اللي هو بيكون اشي محل اشي. يعني انه انا بيكون مسلا عندي مجموعة. اجت محل. حلت محل الهايدروجين. مسلا اللي على الكربونة. مرتبطة بربطة تانية. شلنا هيدروجينة. وحطيت مكانهم اه مادة تانية او درة تانية. فهذا بيصير عندي بيعمل برانش. او سبستيتيون. هذا اللي برانش بسميه ال. يعني مسلا في عندي CH4 الميثان. لو اجت الميثان بشكل تفرع CH3 بحك عنها مثل. نفس الاشي اللي بروبين. لو اجت اللي بروبين بتفرع بحك عنها بروبين. وهكذا لبيوتين بيوتل. وبنرتبهم ابجديا مين بيجي قبل مين في الترتيب الابشدي. طيب. الان الي هي اصلا جاي عندي بالتفرع. بدي احدد رقمها على السلسلة الكربونية. بكون انا اصلا حددتي البيرنت الكان. وبعد ما احد البيرنت الكان برقمه. بدي احو بدي اشوف كل رقم هذا يعبر عن اي. اربعة. علشان انا اسمي. بدي ابدأ ارقم من الطرف الاريب للسابستيتيونت او التفرع. وحكينا اللي هو الاستبدال يعني بيكون في عندي اي ذرة او اي مجموعة اجت محل الهايدروجين اللي جاي مرتبطة على الكربون. بتنشان الهايدروجين. بتدخل مجموعة تانية. هاي المجموعة بسميها انا السابستيتيونت. خمسة. يعني عندي نفس المجموعة تقرر اتر من مرة. بنسميهم في لو كان في عندي تنتين زي بعض. لو كان في عندي تلاتة زي بعض. لو كان في عندي اربع جروب زي بعض الى اخرهم. عشان احدد انا كم وحدة عددهم. سلطة. النام از كونستركتد باي. هلا انا بدي عرفة الترقييم عرفة البيران كومباوند عرفة شو السبستيتيونت او اللي برانشوز اللي عندي. بدي اهجي اكتب الاسم النهائي. كيف انا بدي ابني الاسم. بنحكي انه الاسم. يعني يكون في عندي ارقام وراء بعض. كل رقم بافصله عن الرقم التاني باستخدام كما. اذا الكما فقط بين سباريتنج نمبرز. بعدين. بحط الهايفنز. قبل وبعد الارقام. يعني قبل الرقم هايفن. واخر الرقم هايفن. الارقام المتكررة في النص بين كل رقم والتاني بدي احط كما. there is no punctuation ما بستخدم اي punctuation. no space in the names. يعني ما بافصل الاسم عن بعضه كله بعطيه بكتبه one block. ما في بينهم فواصل. ما في بينهم هايفنز. آآ ما فيه وما في بينهم في بينهم فقط اللي هي والهايفنز. خلينا الآن نشوف آآ التسميات. كيف بدنا نسمي بناء على اللي حطتها عشان آآ تسميات المركبات العضوية. الآن بنسبة لآآ تسميات في مجموعات. انا بدي احفظهم زي ما هم there are seven alkali groups names. لازم احنا نحفظهم زي ما هم. والاشي النورمالي جروبس. التاج بfrom and of the chain ما كان ارتباط هادول اللي هم اللي النورمالي جروبس العاديات بيتصلوا من نهاية لتشين. ذي الان ان كان زي يعني مسلا عندي المثل مرتبطة من الطرف هادا. المثل جاي من الميثان. لما انا ربطتها على الكاربون تشين صار اسمها مثل. نفس الاشي الاثل من الايثين. اطلا ايثين هون سي اتشي ثري. لما صارت هادي عبارة عن مجموعة بدي اضيفها على اسمها اثل. نفس الاشي الان ابروبين شابكة من الطرف السلسلة. شابكة كمان من طرف السلسلة. اثنين في عندي الايزو جروبس. وبنذكر تاني انه الايزو جروبس لحد اه اه سكس كاربون. اونلي فروم ايزو بروبيل تو ايزو هيكسل. حكينا انه دايما الايزو هي عبارة عن السبستيون او الاستبدال اللي بيجي على الكاربون رقم اتنين. استبدالها باي مثل جروب and attachment to the parent from other end. يعني من الناحية التانية. يعني الكاربونة. الطرف الاول فيها بيكون في عندي التفرع على رقم اتنين. ومرتبطة من الطرف التاني بالهايدرو كاربونة. يعني هان بدي اعتبر انه هان باقي السلسلة تبعتي. هان باقي السلسلة وهي هي مجموعة الايزو بروبيل. نفس الاشي مجموعة الايزو بيوتل في عندي الطرفين. باخد التفرع اللي هو على رقم اتنين عشان يعطيني الايزو. والطرف التاني شابك مع باقي المركبة. نفس الايزو بنتل. الطرف في عندها طرفين. الطرف منهم على كاربونة رقم اتنين في تفرع المثل. والطرف التاني شابك مع باقي السلسلة الهايدرو كاربون اتشين. في عندي اضر كومون نيمز تيرتري بيوتل. هاي المجموعة اسمها تيرتري بيوتل لما بيكون في عندي اربع ضرات من الكاربون. لكن في عندي ارتباطها مع الهايدرو كاربون اتشين جاي مع الكاربونة الوسطية. بسميها تيرتري بيوتل. اذا اختلف عن الكومون نيمز اللي اقبل في مكان الارتباط. يعني مكان ارتباط الهايدرو كاربون اتشين مع ديس كومون جروب واللي بيحدد لاسمها. الان في عندنا السيك بيوتل. او اللي هي السكندري بيوتل. مكان الارتباط من اللي هي الكاربونة رقم اتنين. على ايه ايش بتفرع عن المجموعة اللي قبل مثلا هاي ايزو بيوتل. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة وهناك اربعة. هاني تفرع على رقم اتنين لكن مرتبطة من الطرف الاخر. هون مرتبطة اصلا في باقي السلسلة مرتبطة بالكاربونة رقم اتنين فاعطاني اسم مغاير اسمها سيك بيوتل او سكندري بيوتل. نفس الاشي بيكون في عندي الكاربونة مرتبطة باربع ذرات كاربون ومرتبطة بالطرف الاخر من اه بالهايدرو كاربون اتشين. في عندي الفنل اللي عبارة عن حلقة بنزيل مرتبط فيها مباشرة الهايدرو كاربون تشين فبسميها الفنل. اما البنزل بتكون في عندي حلقة بنزيل مرتبط فيها ومرتبطة مع باقي السلسلة من طرف من هذا الجزء مرتبطة بباقي السلسلة. مش على الكاربون مش على حلقة البنزيل مباشرة لا ارتباطها من مجموعة مرتبطة مع باقي السلسلة. طيب الان راح نحكي على اكزامبلز لا الايو فاك نيمينج. هلأ كل الرولز اللي احنا اخدناهم بدنا نطبقهم علشان نسمي الورغاني كومباونز اللي موجودة عنا. السؤال هون بيحكي اول الاكزامبل. بقولك انه انا حدد اطول سلسلة كاربونية وبعتبر انه هي هاي البيراند كونباوند. بدي اسميها بناء على الطرف الاقرب للسبستيتيون. الان انا علشان اسمي المركب بدي ابدأ اعد. وحكينا انه احنا بدنا نطلع على اللونجست كونتينيواز ازا بلشنا من هون مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب نكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ازا في عندي رقم سبعة هون اطول من اه رقم ستة اللي هون. فانا بعرف انه هاي هي عبارة عن اللونجست تشين. وهاي هي اللي راح تكون البيراند كونباوند. فبحددها. هاي هي البيراند كونباوند عبارة عن هبتين. لانه عدد الكربونات سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. خلصنا? لا هو ايش بيحكي بعدين دين نمبر ات. بدنا نرقمها من القرف الاقرب للسبستاتيوند. طيب انا وين عندي السبستاتيوند? هايو. بعد ما انا حددت السبستاتيوند ايجي عندي عبارة عن مجموعة مثل. وهذا الاسم جبته من النامن اللي اخدنا بالسلايد اللي قبل مجموعة مثل. طيب الان ارقم من وين دا ارقم? ابلش من هون? او ابلش من هون? بحكي انه الترقيم بدنا نرقم بحيث انه يكون للطرف الاقرب للسبستاتيون. اذا رقمت من هون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. رح تيجي هادا التفرع على كربونة رقم خمسة. لكن اذا رقمت من هون واحد اتنين تلاتة. هيجي عندي التفرع على كربونة رقم تلاتة. اذا بنكون يعرفنا انه انا لازم ارقم من هون عشان التفرع ياخد اقل ترقيم. فهيك بصير عندي الترقيم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تاني بيحكي لي الفابتكالي. مطلوب مني انه انا اسمي بطريقة ابجادية انه مين قبل مين. حكينا انه احنا عشان انسامي لازم بالاول احدد البيرنت كومباوند. البيرنت كومباوند بتطلع على اه لهي اطول سلسلة كربونية متصلة فبدي ابدأ اعد اشوف اطول سلسلة وين? من هون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لا في ستة اكتر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هاي في عندي خيارين يا هيك ستة او هيك ستة. تبديد من هون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لا في ستة اطول. واحد اتنين تلاتة اربعة خامسة ستة. هاي في عندي كمان ستة. فأنا لقيت اا في عندي خيار انو انا اخت tests. يا اما انني بختار هيك ستة. او باختار هيك ستة. نلاحظ نفس الاشي انا ازا اخترت هدا ستا اه رح يجي عندي نفس السبستتون P ofith three حيكون عندي انا نفس سبستتون. فبختار انا واحدة منهم. نخترت انا هاي السلسلة تكون عندي P. template. وهي الهكس هي لانه في عندي ست كربونات. طيب. الان انا شو بدي اعمل? مطلوب مني انو انا اه اسمي المركبات هاي الفا بيتر كلي في تسمية المركب. خلعت عندي انا في عندي هاي المجموعة عبارة عن مجموعة مثل. وهاي عبارة عن مجموعة اثل. انو فيها اتنين كربون. طيب الان من وين بدي ارقم? يا ببدأ ارقم من هون. او من هون. لكن انا بدي ارقم عشان اغطي اول تفرع اقل رقم. ازا ملجت الترقم من هذا الاتجاه واحد اثنين ثلاثة. هيجي عندي هادا التفرع على كربونا رقم ثلاثة. ازا رقمت من هون رح يجي عندي التفرع على كربونا رقم اثنين واحد اثنين. فانا عرفت انو انا بدي ابنش الترقم من هادا الاتجاه عشان اول تفرع بغض النظر شو هو التفرع. اول تفرع ياخد اقل الترقيم. فانا بدي ارقم من هذا الاتجاه. فبصير عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. حلنا احنا حددنا بعدين حددنا شو هما التفرعات الموجودات عندي. وبعدين اه عملت الترقيم بحيث انه يكون التفرع ما اخد اقل رقم. الان هو الهدف الاساسي من المثال انه بحكي. بدنا نسمي. طيب التسمية بتيجي الفة بتكلي. انا بدي المجموعة الاولى مثل. المجموعة التانية اثل. في عندي هون بتبلش بالام. والاثل بتبلش بالي. اذا مين بيسبق ابجديا? الي حسب الترتيب الابجدي بالانجلش بيجي قبل الام. بالتالي انا بدي اسمي هاي المجموعة قبل هاي المجموعة. عشان اسمي حكينا انه احنا بنستخدم عشان احدد وين ما كان مجموعة الاثل على رقم اربعة. ايش بد اعمل? بد اقول الاربعة. داش. او اللي هي الهايفن. وبدأ احط وراها اسم مين? اسم الاثل. حكينا انه الارقام بنفصلهم عن بعض بالهايفن. بنفصل الارقام عن باقي الاسم بالهايفن. بنفصل الارقام رقم والتاني بالكومة. انا بدي اقول اندي اربعة. ايش? اثل. بعدين بدي اجي افصل. بدي احط هاي فن ليش? لانه في عندي كمان رقم. في عندي مجموعة مثل جاي على رقم اتنين. فبدأ احط اتنين. بدي احط هاي فن ليش? لانو انا بدي افصل الرقم عن اه باقي التسمية. طيب. هلقيتا في عندي اتنين شو عليها الاتنين مثل? فبحط مثل. هيك بكون انتهيت. بعدين بسمي اخر اشي. فحيات ما عندي مثل هكسين. زي ما لاحظنا انه انا ما في عندي اي او اي في التسمية. الاسم متصل في بعضه تماما. سميته بالاول انه انا احددت. بدين حددت التفرعات. بعد ما بحدد التفرعات برقم عشان اعطي الترقيم اقل اه اقل اعطي التفرع اقل رقم. بعد هيك بعرف شو اسمع اللي عندي. بطلع مين جاي ابجديا قبل التاني. اللي جاي ابجديا بدي اسميه اول. عشان اسميه بدي احط موقعه على السلسلة وين? موقعه على رقم اربعة. بحط اربعة هايفن. وحكينا انه احنا بنفصل الارقام عن باقي الحكي بالهايفن. فبحط الاول بعدين بحط هايفن. بحط التاني بحدد مكانه على اتنين. مثل والاخر اشي. طيب. في هون بيحكي. يعني في عندي نفس يعني متكررات زي بعض. اذا تكررت عندي نفس المجموعة هي هي. اعنا كيف بدأ اعبر عن هذا العدد المتكرر? باستخدم تلاتة تترة اربعة. الان اول خطوة بعملها دائما انه انا بدأ احدد او اللي هي اطول سلسلة كربونية متصلة. بدون ما انا اقعد اعد كتير مواضح انه هاي هي عبارة عن اطول سلسلة كربونية متصلة. تعطيني اعلى ترقين. بدأ اعدم واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. ازن هاي العشر كربونات هي اطول سلسلة كربونية عبارة عن الدي كان. الان انا بدي اعرف شو التفرع اللي موجود عندي. عندي نفس اللي اسمها مثل. بدي ارقم. بدي ارقم بحيث انه انا اعطي التفرع اقل ترقيم. ازا بلشت من هون واحد اتنين تلاتة التفرع بيجي على رقم تلاتة. ازا بدي رقم من هون واحد اتنين تلاتة اربعة. اول تفرع هيجي على رقم اربعة. ازن مفهوم انه انا راح ابلش ترقيم من هون. اي واحد اتنين تلاتة اربعة الى اخره الى عشرة. طيب. الان بدنا ندخل على تسميات المركب. وفي عندي نفس المجموعة متكررة على مواقع مختلفة. انا اول اشي بدي احط الموقع تبعها. بعدها ما احط اسم. بما انه نفس المجموعة حكينا انه احنا بدنا نستخدم واحد من هدول. بما انه تلاتة فانا هستخدم. يعني بد اقول انه انه انا في عندي مثل. طيب وين اما كان انهم في عندي على تلاتة? في خمسة وفي سبعة. فانا بدأ احكي تلاتة خمسة سبعة مثل. ولانه الارقام جنب بعض حكينا بنفصل الارقام اللي جنب بعض بالكمة. انا بدأ اقول تلاتة كمى خمسة كمى سبعة كمى. سبعة سولة سبعة عشر لانه انا خلصت فصلت الارقام بالكمة. الان عشان اه افصل الارقام عن باقي اسم المركب. خلصنا تلاتة اه خمسة سبعة. بحط تلاتة من مجموعة المثل. وبعدين احط اسم تلاتة كمى خمسة كمى سبعة ما بحط كمى بحط باش او الهايفن لانه خلص الارقام نفصل لهم عن بعض بالكمة. اه نفصل الارقام عن باقي الكلام حكينا قبل الارقام وبعد الارقام بنحط الهايفن بعدين حطيت لانه نفس المجموعة تكربت مثل دي كان ما في عندي الاسم كله متصل ببعضه. ناخد هذا. يمكن نبين شوي طويل وشوي معقد لكن احنا في بقدانة اللي عرفناها وفهمناها. وحكينا راح تتعدني اسمي اي مركب بغض النظر قديش كان شكله قديش كان حجمه قديش كان كبير. بما انه احنا افهمنا او الخطوة بدي احدد اه هي عبارة اطول سلسلة كربونية اذا ملاشت من هان او من هان التنين نفس الاشي فبنرعد مين اطول? واحد تلاتة اربعة خمسة ستة او خمسة ستة. فهون في عندي ستة تشين. واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. او ستة سبعة او ستة سبعة. او كيف عندي هاي السنسة عبارة عن سبعة. او واحد تلاتة اربعة خمسة ستة. فعند هاي اللي تشين ستة وفي عند هاي اللي تشين سبعة واز عدد من هان نفس الاشي واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طل عندي من هذا الاتجاه تمانية. اربعة خمسة ستة سبعة او كيف انا في عندي اطول سلسلة كربونية اللي هي بدها تبلش من هان. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. عين سبعة. ازا بمشي هون تمانية. بمشي هون تمانية وبمشي هون تمانية فانا ممكن اختار اطول واحدة فيهم اللي هي فيها تمان كربونات. فهده هو عبارة عن عن اللي هو عبارة عن الاقتين. الان انا بدي اه ارقم المركب. انا عشان اعرف من وين جاي الترقيم. بدي اخلي او التفرع على اه ياخد اقل الترقيم. فانا بدي اشوف شو هي التفرعات الموجود عندي. هاي هذا تفرع مثل. في عندي هذا كمان تفرع. هدولا كمان اه تلات تفرعات مثل. ازا بدي ارقم من هون واحد اتنين. ثلاثة. فرح يجي اول تفرع عندي على اه رقم ثلاثة. ازا بدي ابلش من هون واحد اتنين. هين يجي عندي اول تفرع عندي على رقم اتنين. فواضح انو انا بدي اعطي التفرع او سبستيتيو وانتقل الترقيم فابدي ابلش من هون. واحد اتنين واكمل الى اخره. فهي الترقيم. واحد اتنين تلاتة الى تمانية. حددنا البيرن كومباوند وعبارة عن الاكتن. الان احنا بدنا نسمي ونعرف رقمهم. الموجودات عندي هلات. في عندي مثل. وفي عندي وايزو بروبيل. وحكينا وايزو بروبيل هو بكون مرتبط من اه الكربونة رقم اتنين. اه بدنا هلأ اه نرقمهم. لكن مين بيجي ابجديا الام او الاي. الاي تيجي ابجديا قبل المثل. وبالتالي رح يكون في عندي الايزو بروبيل يسبق بي الاسم. طيب الايزو بروبيل وين مكانه؟ مكانه على الكربونة رقم اربعة. فباخد اربعة هايفن. وليش هايفن؟ لانه بنفصل الرقم عن عن باقي الاسم بي الهايفن. اربعة هايفن وعليها شو ايزو بروبيل؟ برجع بافصله تاني. بي الهايفن لانه بدي احط ارقام اللي هي باقي في عندي اربعة زي بعض اللي هي مجموعة المثل. فانا بدي استخدم تترا. تترا تعبر عن اربعة. لكن وين مكانهم؟ في عندي اتنين عليها سيئة تثري. وكمان اتنين عليها سيئة تثري. تلاتة سيئة تثري. وستة سيئة تثري. مما انه نفس الارقام بدي اكررها بفصل الارقام عن بعض بالكومة. فبدأ اقول اتنين اتنين. اتنين. فاصلة اتنين او اتنين كومة اتنين كومة. بعدين في عندي تلاتة كومة وفي عندي ستة. ما في كومة خلصنا الارقام بحط هايفن عشان بدي ادخل على الاسم. في عندي تترا من المثل. تترا مثل. وبعدين بحط بالاخر اللي هو عبارة عن بالتالي هاي كانت عنا اللي انا بس اخدمهم علشان اسمي اي مركب وضوي بغض النظر عن كبره وشكله وحجمه. اذا انا عرفت هاي وطبقتها صح بقدر اسمي اي مركب. الخطوات بتحكي لي انه انا بدل احدد واحدد التفرعات اللي عندي. معادين بدي ارقبا بحيث انو انا اخلي اي تفرع او اي سبستة وانت ياخد اقل رقم. بعدين بروح بعمل اه لهو الترتيب الابجد لجروبز. الجروب اللي الترتيب هالابجد بيجي قبل التانية هي اللي بتاخد الاولوية في التسمية بتتسمى بالاول. وبعدين ببلش اسمي اه باقي المركب. اي ارقام بيفصلوا عن بعضهم البعض بالكومة. اما الارقام تفصل عن باقي الاسم بالهايفن. الاسم كله عبارة عن وان بلوك ما في بينهم سبيسز ابدا. يعطيكم العافية.